رسائل المشاهدين لها الاسبوع عم نبدأهم مع رند بنت منال 23-4-99 عن العطش والدراسي والحظ. رند من الاسماء الحلوه اهم من رنده عفكرة واسمك حلو بنفس الوقت الدراسي رح يكون بره ما في واحد يسأل عن الحظ ما في حدا بيقدر يسأل عن الحظ بقول يا الى حظ يا اما الى حظ صح؟ انا ما في الا انه انت قلك حظ. حظ اعطيني وبالبحر رمينا. ايه ما فينا الا ما عندك حظ. معروف يعني. ايه الا اذا صار اشي مش منيحة. الحظ فينا نعمله عفكرة. انا ما بحس فينا نعمله بحس خلص. هو بيخلق. هو بيخلق بنجم. اه. هنا في شغلتين. هو بيخلق بنجم. بس سبحان الله. الله بيعطينه شي بيخد منه شي بحس. ايه اكيد. بيخلق بنجم. بيخلق بوقت. في الوقت مش الساعة. ينتبه لساعة الساعة. الوقت في كذا ساعة. بيقولك انا خلقت بساعة. لا انا بهمني باي وقت اي خلقت. انا هيك بيسأل اي شخص مثلا عم بحسبله. او انا بيطلع عندي الوقت. بيقوله انت خلق انا بوقت فجر مثلا. بيطلع عندي الرقم. ما بيهمني هلقى الفجر كم ساعة. يعني ليه يطلع الوثن للشمس ما فيه وثن. هاد اول ما بيطلع عن الضوء. بيضل الفجر قديه. ما بدي اقول ساعة. ان العصر كم ساعة. مش ساعة وحدة صاح من الظهر للعصر. صاح ولا لا. اكيد. فحاز بيخلق بنجم. بيخلق بوقت. بيخلق بكوكب. بيخلق بي. انه اليوم صاح. وبيخلق بالاسم اللي بيعطوه ايه. الاسم اللي بيعطوه ايه ممكن يجيب له شوية حاز. ممكن يعطيه شوية حاز. هو بيخلق فيه الحاز. ولكن الحاز فينا نعمل ونحن بالاسم. اذا عارفوا كيف يختاروه الاسم للولد. يبقى عطوه شوية حاز. ما هنقوم كل الحاز. لانه اذا خلق بهايدي الاشياء كلنا اللي عم بيحكيها. وعطوه اسم. صار بدل الحاز حزه. مش حز واحد. مش هانا بيقولك حزه بيفلق السخر. صح. وفي ناس ما بيستاهلوا. بتلاقي حزن هلقا. في ناسي بيتعبوا كتير. ايوه. بيتعبوا كتير. ارجع بلك. حزت. ايه. ايه. انا بحبه هدا المثل. لانه اذا رموه بالبحر بدو ينجا. بدو ينجا. يعني شو بدنا. رندرزك حلو. علمه بره. بتتزوجه. بتشوف الخير من بنت. كاملة بنت سيهام. اتناش نيسان سبعة ومينة. متزوجه وعنده ثلاث اطفال. سؤاله عن بقية عشرين ثلاثة عشرين. ايه. شو كامل تطلع مفيش شي اسمه كامل. يعني كامل كامل. بتطلع من اسمك على كنزة او كندا. عمعطيك يا دغري. اوكي. عندك ثلاث اطفال. هلأ عم بقية الفين وثلاثة وعشرين. انت ناطرة بيت. وهدا الشخص ناطرتيه لا يسيادك فيه للنقلة. او ناطرة مبلغ من الميل. راح وصرت مبلغ من الميل. صحيا منيحة. العذاب اللي عم تتعذبيه بسبب اسمك واسم اميك. يعني شو ناطيك. هادي لما واحد بقول شو ناطرني الثلاثة وعشرين. فهمي من سؤاله منها مرتاحة. عرفتي كيف. اللي من المرتاح ما بيسأل هيدا السؤال شو ناطرني من هاليوم او شو ناطرني من بكرة بعد. فمشان هيك. مش مش سؤاله انا عرفت هيدا. من اسمها مش منيح اسمها منحس. يسمة اسم مستعار. ايه بيضل على يسمة. يسمة هي من المتابعين لانه نفس الاسم عم يجيني. لا اشو معنا بس للامانة انه كل هالاسماء. هيدا. يلي موجودين كثير انتبهت انه ما يكونوا قاطعين. لانه انا بحط نوت عندي. هيدا. هيدا لانه ايه انه ابتسام. ايه. ايه. في مثلا بسمة. ايه لا احنا عم نحكي عن الاسم المستعار. ايه اوكي. شو بدنا نقل له لا يسمة اسم مستعار. طيب خليك على يسمة هو ولا حيساعدك دايما تعمل الكراءات اللي أنا حكيتها كتير على التلفزيون لأنه عندك مشكلة بالكارين والكارين ما بيساعدك أبدا لا بالعاطفي والرجل بيغار منيك وأنت عم تقولي مع العين ما بتقدمونه كتير ما عم يزبط صح فعندك الكارين العاشق فتابع الحلقات الماضية حكين عن شو لازم هالأبنان ما نحنعطيها كل الوقت بس رح تعرف شو حيكي لتتخلص منه آية بن سوسن 17-2003 بشكل عام آية منيحة أنت اسم أمك مع أنه بيتعبك شوية عاطفيا بسبل علم الشاطرة رزقك حلو بس أنت بي رجالك اتنين أنت حتتطلق وترجع تتزوجي ما مشكلة المهم رح ترجع تتزوجي من هلأ عم بقلك رجالك اتنين ما تخاف أنك ما تتزوج قولي لأ ما بدأت تزوج أنا رح تطلق لازم تتزوجي لتتطلق لتتزوجي بتاخد بقى أو تكت بكتابك مش ضرورة زواج زواجي يعني يكون عندك نور الإسلام اسم مستعار خليك عليه من أحلى الأسماء عجب حلو عفكرة كتير حلو بينفع لشو اسمه يعني مسلسل أو فيلم عنوان اسمك كتير أنا حرف رقم 300 هيدا الحرف شي ما بحبه أبدا 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 خليك على الاسم الأولاني زواج بتحمل باسبور أجنبي قبل يا ربي الصفر قبل الزواج بتحمل باسبور أجنبي وقدمي على صفر وقدمي على كندا حبيبتي المفتوحة كندا لأليك ترجمة نانسي قنقر